رجعنا لحضراتكم مرة يعني هوا لسا مكملين حلقتنا وبرحب طبعا بدي في اللي بنورني النهاردة في الستوديو الكاتب الأستاذ أحمد عبدالعزيز صاحب رواية أحلام نائل سويدان أهلا بحضرتك أستاذ أحمد أهلا بيك بنورنا في حقيقنا ربنا أحمد ومبروك على نجاح الرواية ويهمني الأول أقف عند اسم الرواية لأنه فكرة الأحلام في حد ذاتها أيا ما كانت اسم أو لو هو فكرة الأحلام أننا بنحلم أو أننا عندنا أحلام معينة وارتباطها باسم نائل سويدان اشرح لي شوية الاسم ونقف شوية عند أحلام نائل سويدان ومين هو نائل سويدان أحلام نائل سويدان هي كلمة مطاطة شوية يعني هي لها أكتر من معنى داخل الرواية فلو إحنا شوفنا أن نائل سويدان هو كشخص محوري هنحكي حكاية كلها هو بطل الرواية نائل سويدان البطل الظاهري الظاهري يعني تقدري تقولي كده عندنا بطل ظاهري وبطل بطني بطل خفي بطل خفي في النهاية حنعرف أنه هو البطل حقي ولكن يعني نائل سويدان اللي هو البطل المحوري في الرواية الأحلام بالنسبة له كانت أحلام اللي هي ممكن تعني أن هي مراته كان اسمها أحلام وهي كانت حلم حياته في الماضي وفي المستقبل هنعرف يعني إزاي هي حلمة في المستقبل أو إزاي أنه حيحقق حلمه في الماضي يعني حيرجع يحقق حلم تاني حاجة أن أحلام هي كانت أحلام نائل سويدان نفسه والأحلام اللي اتمنى يحققها سواء كانت أحلام شخصية له هو نفسه أو أحلام لبلده وأحلام للبشرية كلها كمان ثم هنكتشف في مرحلة لاحقة أن كلمة أحلام قد تعني أحلام اليقظة للإنسان أن هو يكون يعني بيعيش أحلام وممكن ما تكونش في أغلب الأوقات حقيقية أو ممكن نكتشف أنها مش حقيقية ثم نرجع نكتشف تاني أنها كانت حقيقية بجد بس إحنا الضحك علينا في الرواية أيه أيه فحضرتك شايف أنه أو حضرتك اخترت كلمة أحلام علشان هي شاملة كذا معنا بما فيهم واحدة من بطلات الرواية اللي اسمها أحلام اللي هي مفوط حبيبتنا السويدان فالكلمة لها كذا معنى هنكتشف ده بقى من داخل الرواية بالضبط هو القارئ كل لما بيتعمق جوه الرواية فبيبدأ يكتشف معاني تانية أو مدلولات مختلفة لكلمة أحلام معنى أحلام الكلمة نفسها اللي حليك اخترتها